الرماية مباراة ستعرضية مباراة ستعرضية وجهه دخلها دخلها لخمستاشر الف خمستاشر الف عفوا عنده وجهه دخلها للكوادر الطبية المباراة دي ستعرضية على الانترنت خلي بالكم كلها مبارات تخيولية على الانترنت وجمعت خمستاشر الف سترليني بين بطالين كبار جدا في العالم زي ما احنا شايفين قدامنا الهولندي ريموند فان والانجليزي فيل تيلور أبطال العالم في الرماس سابقين دول كبار جدا ريموند عنده 52 سنة وتيلور عنده 59 سنة بالرغم من المسافة بينهم 350 ميل بالهولندا وانجلترا لكن ساهمه مساهمة فعالة في مواجهة تحدي كورونا خاصة للمبراق قيمة على الشبكة الانترنت تم تخصصها للكوادر الطبية والمستشفيات لمواجهة أزمة كورونا وريموند فان بيصرح وبيقول ساعدتوا بتلك المباراة خاصة انها اقيمت لغارة تقديم المساعدة لمواجهة كورونا وطلب من مشاهدي من الجميع الاستمرار في الجلوس في المنزل والبقاء في المنزل لحد من تشار الفيروس وتيلور صاحب الـ 59 سنة قال ان مش مهم مين فاز في هذه المباراة لكن المهم ان احنا قدرنا نساعد وندي دعم للكوادر الطبية في البلاد اللي بيقوموا بعمل بطولي رائع كلنا في العالم كله بيدي فعلا الكوادر الطبية بتقوم بعمل بطولي ورائع مش خايبين المرض ولا خايفين أي شيء خلينا نسيب المباراة الافتراضية في الرماية ونروح لبطولة مدريد الافتراضية للتنس كلها برات افتراضية كل عالم عايز يوجه الرياضة او بيوجه الدعم للرياضة يعني بيروح للرياضة عشان يوجه الدعم للكوادر الطبية اندي موري دجميلة الكبير في عالم التنس قرر مشاركة مع انجلي كريب ولوكاس بول وكارل سويزر ومدول كلهم اكدوا ان هم هشاركوا بطولة مدريد المفتوحة الافتراضية للتقام عبر الانترنت من 27-30 من الشهر الجاري الاعلان ده يجي بعد 3 ايام من قرار منظمي هذا الحدث باقابة البطولة بطريقة افتراضية يقوم من خلالها اللي عبون بتغيير المدار من خلال جهاز الالعاب بعد الغاء البطولة الرئيسية بسبب انتشار فيروس كورونا واستكشف اللجنة المنظمة لاحقا عن بقية المشاركين وعن اخر مستجداد بالنسبة لهذه البطولة هنستمر مع كرة السلة هنسيب التنس ونروح لكرة السلة ووقعت نصب في كرة السلة الاف المشجعين في كرة السلة في استراليا كان في مباراقة كبيرة جدا بين منتخب الاسترالي والمنتخب الامريكاني بقيادة نجوم المنتخب الامريكي لبرون جيمس وكيفن دورنات وبول جورج وغيرهم كثيرا جدا كانوا هيكون موجودين في هذه المباراة اغسطس الماضي لكن المباراة اتعاملت ومباراة ده حضرها خمسين الف متفارقة قيمة الزاكر من الف وقمسمائة دولار واربعة تلاف دولار وتسعمائة دولار لكن الموضوع حصل فيه نص بمعنى ان اللعيبة بتاعة المنتخب الامريكا ما حدش هذه المباراة كمان اللي اتنصب عليهم كان الممثل امريكي الشهير راسل اه كور وصاحب الجنسية الاسترالية واللي كان غرد وقتها وقال وعبر عن غضبه الشديد المباراة جمعت خمسة مليون دولار كانت رقم كبير جدا لكن في الاخر بعد تعرضوا بالنصب قدروا يستردوا مرة تانية فلوسهم وقدروا في محكمة والقانون بياخد مجرى وقدروا ترجع الفلوس مرة تانية لاصحبها رسميا وده اخر خبر معنا رسميا الغاء منافسات دوري كورة السلة الايطالي اتقرر بصفة نهائية اتحاد الايطالي لكورة السلة انهاء موسم دوري الدرجة الاولى بسبب تفاشي فيروس كورونا اكيد عارفين ايطاليا عندها حالات كثيرة جدا فا اتلغى اتلغى ده بعد يوم واحد من الغاء الدوري لكورة الطيرة الايطالي برضو وكمان دوري الرجبي كانت اول مسابقة اتعرضت للالغاء في الدوري الايطالي خلينا كده بخلصنا اخبارنا لكن